موسيقى المهم نرجع إلى حديث الكويت في الناس بصراحة نحتاج اليوم إلى نفضة في معظم الجهات الحكومية نفضة للديناصارات اللي قاعدة على الكراسي وما تشتغل ما تشتغل ولا شغلة ويا ما أنا ديت وصرخت وقتل الحكومة الطيبة والمجلس الأمة وقتل الدولة أن تزيل كل مسؤول من مسؤولين الهم والغم وترحلهم على بيوتهم وتسفرهم ونختار رجال يخدمون هذا الوطن عينهم على الكويت ومصلحة الوطن والمواطن ليس مسؤولين يعملون فقط لمصالح شركاتهم للأسف الكل لاحظ أن المسؤول أي واحد من هذول أصحاب الهم والغم يتقاعد ويعمل في الشركات الخاصة وبرواتب عالية نتيجة الشراكة الفازدة بين المسؤول والقطاع الخاص أصبح الأجانب والمسؤولين يعرفون طبع بعض المسؤول الكويت ادفع عمولتك تأخذ مشروعك لا تدفع عمولك ما فيش مشروع ولا ترسية المشكلة البلد الحقيقية المشكلة الإدارية في اختيار مسؤولين وهناك وزراء يربطون عصاعص ووزراء يعملون لخير البلد ووزراء آخرين ينفذون سياسة المعازيب في إثارة الشارع لخدمة مصالح المتنفذين حتى تكثر السجوات وتوقف التنمية لأسطنية خايبة ونايمة الإصلاح الحقيقي يبدأ عن طريق تشريع قانون الاختيار القيادات من الكفاءة لذلك نصلح الحال مثل إخواننا في المكتب الصحي بأمريكا مش مهتمين المواطن يشتكه أو ما يشتكه نتبع سياسة تقراسك بالطوفة هناك مدراء مستشفيات بالكويت ما يدومون ويشتغلون في مستشفيات خاصة وهناك الطباء يروحون العيادات الخارجية من أجل ساعة في المستشفيات الحكومية من أجل ساعة وساعتين وباقي شغلهم في العيادات الخاصة أتمنى أن نصلح حال البلد ونختار رجال تحافظ على الكويت ترى الكويت غالية ومقصرين بحقها ودعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال أعزائي المشاهدين